في بداية حلقاتنا النهاردة اتكلمنا معكم في نقطة مهمة أو قضية مهمة أو حدث مهم جدا وهو القمة الروسية الأفريقية في نسختها الثانية ولا تعقد النهاردة بمشاركة سيدة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلينا نتكلم بشكل أكثر عمقا وتفصيلا عن هذه القمة والملفات المطروحة على مئدة النقاش أيضا المخرجات اللي من المتوقع أن تصدر عن هذه القمة معدفنا دكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية بالأهرم سباح الخير رحضيك دكتور دايما نضيف عزيزة علينا في سباح الخير يا مصر سباح الخير جمعينا وسباح الخير على كل مشاهدين أهلا بك أهلا بك ونحن نتكلم عن هذه القمة في نسختها الثانية النسخة الأولى كانت في 2019 وهناك أراء من خبراء سياسيين ودوليين أن هذه القمة كانت توقيتها في 2019 كان مقصودا من قبل روسيا نظرا لترقص مصر وقتها رئاسة الاتحاد الأفريقي طبعا ده نظرا لأهمية مصر بالنسبة لروسيا كبوابت دخول القرى الأفريقية لو نتكلم عن التوقيت الحالي لهذه النسخة الثانية في ظل كل ما يحدث في العالم ويحدث بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية خلينا بداية نقول أن القمة الأفريقية الروسية هي أحد نتاج السياسة المصرية فيما يتعلق بعادة التغيير أو المعادلة القادمة التي تربط أفريقيا بالعالم الخارج يعني المعادلات القادمة كانت تقوم على أن أفريقيا مصدر لتوريد المواد الخام سوق لتصرف المنتجات مصر غيرت المعادلة وأصبحت معادلة مختلفة تقوم على فكرة أن أفريقيا هي أولى بمواردها نداها قدرة على تحقق التنمية وتوظيف الموارد البشرية والطبيعية وإقامة علاقات شراكة مع كل دول العالم خاصة القوى الكبرى في هذا الإطار وجدنا هناك تنافس دولي وجدنا القمة الصينية الأفريقية القمة اليمنية الأفريقية الهندية الأمريكية هنا أصبحت أفريقيا لها موقع مختلف على الخريطة الاقتصادية والسياسية العالمية في 2019 كان نتاج هذه السياسة هو تتشين القمة الأفريقية الروسية الأولى أثناء رئيسة مصر الاتحاد الإفريق وكان الفكرة هي فكرة أن مصر تقوم على حاجة دعم الدول الكبرى الدول المتقدمة الغنية في تحقيق التمكينة لإقتصاد الإفريقيا وأن أقارة إفريقيا قارة وعيدة بما دها من إمكانيات يمكن أن تكون قاطرة لإقتصاد العالمي وأيضا أحد قاطرات التعافي لإقتصاد وبالتالي جاءت القمة في إطار الانفتاح لكل القوى الدولية روسيا دولة مهمة في النظام الدولي دولة اقتصادية مهمة دولة كبيرة دولة قوى عسكرية كبيرة ديها فيتو في مجلس الأمن وبالتالي الانفتاح على روسيا يمثل أهمية ومزايا نسبية لكل الطرفين وبالتالي هذه القمة القمة الثانية هي تمثل إطار مؤسسي بيحكم إدارة العلاقات الروسية الأفريقية على مجالات مختلفة مجالات سياسية مجالات اقتصادية مجالات علمية في مجالات أمن الطاقي كما نتناول في القمة لكن القضية الأهم هو أن هذه الشراكة الأفريقية الروسية يجزئ من شراكات أفريقيا من العالم الخارج هنا كانت دور المصري كمصر كموقع الاستراتيجي كبوابة للقوى الكبرى لأفريقيا سهمت في أن تضع أفريقيا فيما كانها الصحيح على خارج التفاعلات الدولية وأن تصبح أفريقيا الآن محل التنافس الشديد من قبل كل الدول الكبرى دول غنية المؤسرة في النظام الدول زهرت أهمية أفريقيا بعد الأزمة الروسية الأوكرانية كأهمية جنسياسية كأهمية أيضا اقتصادية بعد جاعة كورونا بعد أزمات الاقتصادية العالمية في هذا الإطار مصر تحرك على مصاري المصاري الأول تفعيل علاقات مصر السنائية مع الدول الكبرى مثل روسيا وبالتوازي التفعيل وتعزيز علاقات أفريقيا بالقوى الخارجية وهزان المصاري المتكاملات ولذلك جزء من أجندة الرئيس السيسي وأجندة السياسة الخارجية المصرية هو الدفاع عن القضية الأفريقية بالطبع أهم القضية الآن التي تسيطر على المشهد وعلى القمة الأفريقية موضوع الأمن للغزاء لأن أفريقيا هي من أكثر المناطق في العالم اعتمادا على استراضي الحبوب والغزاء من الخال حبوب الاستراتيجية القامح تضررت أفريقيا في السنوات الماضية بسبب عاملين العامل الأول هو طبعا الأزمات الاقتصادية العالمية والحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار الغزاء عالميا ثم الخطر الثاني وهو التغيرات المناخية التغيرات المناخية أدت في أفريقيا لتصحر جفاف جفاف إشح الأمطار كل هذا أثر طبعا المستوى الزراعة وبالتالي أثر على الأمن الغزائي في ظل وقت تزايد فيه عدد السكان ولذلك قضية الأمن الغزائي هي جزء مهم من الأمن القومي للدول وجزء مهم من تحركات مصر في الإطار الخارج وبالتالي القمة الأفريقية اليوم في روسيا تمثل أهمية كبيرة فيما تعلق به هذه القضية لا يتمثل أمن الشعوب وهو موضوع الأمن الغزاء لماذا؟ أولا لأن روسيا هي من الدول الكبرى المصدرة للحبوب الأفريقية يعني 40% من وردات أفريقية من الحبوب بتأتي من روسيا ثم أقران وطبعا بعد تعليق اتفاق الحبوب الأخير تصدير الحبوب الأوكرانية بدأت هناك أزمة يعني الرئيس الروسي استبق القمة وأكد يعني وبحاول أن نطمن الأفريق على أن روسيا ستعود صدرات الحبوب لإفريقيا إما بشكل تجاري أو بشكل مجاني للدول أكثر احتياجا لكن على الأقل خاصة أنها المتحكمة يعني هي المتحكمة في عبور السفن في البحر الأسود هي متحكمة في عبور السفن متحكمة في الإنتاج روسيا دولة كبيرة في عملية الإنتاج وأيضا بحكم الكرب الجغرافي يعني روسيا أقرب لإفريقيا كثيرا في استراد الحبوب لكن النقطة المهمة هنا جمانا هي أن في ظل التنافس الدولي يعني هناك الآن حالة استقطاب دولي بين أمريكا وروسيا على هامش أوكرانيا والأزمة واستقطاب ما بين أمريكا والصين على هامش شرق أسيا وطيوان في هذا الإطار هنا بيهبرز أهمية جنب الأفريق وهنا أهمية مصر في توظيف هذا الاستقطاب الدولي لصالح السياسة المصرية وللصالح السياسة الأفريقية والدول الأفريقية كيف المصر لا تتبنى أو لا تدخل فيه في استقطاب لا تنحزل طرف على حساب طرف أخر ولا تستبدل شراكة مع طرف بشراكة مع طرف أخر مصر وإفريقيا ومع إفريقيا منفتحة لكل الدول على أمريكا على أوروبا على الصين على الهند بما يعظم المصالح الأفريقية أولا ويجذب الأساسمارات وبالتالي هذه السياسة المصرية الرشيدة الفاعلة النزيهة جعلت هناك نوع من الأهمية الاستراتيجية للقرى الأفريقية هذا ما جعل تنفذ شديد ما بين القوى الكبرى لبناء شركات مع أفريقيا لمحالة جذب أفريقيا سياسيا في هذا الإطار هنا بيتم توظيف هذه السياسة الحيادية وعدم الانحياث في تعظيم المصالح سواء على المستوى الاستراتيجي أو على المستوى الاقتصادي في جذب الاستثمارات بناء الشركات. الاستفادة من كل المزايا نسبية للتجارب التنموية. مثلا دولة مثل روسيا. لديها مزايا نسبية مهمة يمكن أن تستفيد بقى إفراقيا. في مجال الطاقة. الطاقة النووية. في مجال التعدين. في مجال النقل والمواصلات. في مجال طبعا يعني المجال العسكري والأمني في مكافحة الإرهاب. يعني هناك مزايا. زي مثل الصين. مثل اليابان. التكنولوجي مثل أوروبا. وبالتالي هذه القمة هي بتعطي رسالة أن مصر ومع إفراقيا هي تعظم مفهوم منهج التعاون الدولي لصالح الجميع. الكل رابح رابح. أنه يمكن بناء علاقات قوية واقتصادية بين روسيا والدولة الأفريقية. لأن العلاقات التجارية الحالية لا تقارب في حدودة 20 مليار. ورقم ضعيف طبعا بالنسبة 54 دولة الأفريقية. وقارة كبيرة. وقارة مثل روسيا. على سبيل المثال بين الصين وإفراقيا. حجم التبادل للتجاري من 52 مليار دولار. وطبعا هناك تنافع شديد. وبالتالي هذه القمة تستهدف أمرين. الأمر الأول هو تعزز التعاون الاقتصاد والتجاري. هناك فرص كبيرة. وحتى العلاقات التجارية بين إفراقيا وروسيا المفارقة. أن نلاحظ أن مصر تحتل سولس حجم التبادل للتجاري. هي الشركة التجارية الأول لروسيا في القادرة. يعني سولس التجارية مع مصر. هذا يعزز أيضا أهمية مصر كبوابة. ما تخلي إفراقيا. وده دايما اللي بيخلي دايما الدول حريصا يتنصك مع مصر. فيما تعلق بملف إفراقيا التعديد. سواء في الملف الاقتصادي والتجاري أو الملف الأمني أو الملف السياسي. لأن مصر هي طبعا هي الركيزة في هذا الأمر. وبالتالي القمة تستهدف استثمارات. تم تتشين منتدى التعاون الاقتصادي للروس الأفريقي في القمة الماضية. وسيقع تمره الثاني في هذه القمة. هناك أيضا استثمارات روسية حوالي 40 مليار في دول أفريقية كثيرة. ستحدث في مصر في الجزائر في دول مهمة. هناك أيضا فرص مهمة. وزير خارجياء الروسي يزار أفريقيا مرتين. بمعنى آخر الأهمية الجوزية السياسية الأفريقية والتنافس الدولي من قبل القوى الكبرى. دفع روسيا إلى الانفتاح أكثر من أفريقيا. خاصة بعد الأزمة الروسية الأوكرانية. وفرض عقوبات غربية على روسيا. هناك محاولة العزل روسيا حصارها. فروسيا بتعتبر أن أفريقيا هي أحد البدائل المهمة والمتنفسات لقرى الأفريقية. بكثافة كمان أيضا. دكتور تحديدا بعد فرض العقوبات عليها في 2014 تقريبا. بعد القرم أم. بزبط. حضرتك تكلمت عن دوافع الجنب الروسي للتجاه إلى قرى أفريقيا. ودوافع تختلف إن كان من قبل روسيا. الصين. اليابان. حتى القمة الأفريقية اليابانية. وحتى الولايات المتحدة الأمريكية وغيرهم من أقطاب العالم. لكن لو كلمنا على الأحوال الأفريقية يعني لا يغفع الجميع الحال في السودان مؤخرا النيجر. وحتى يمكن أن القسمات الداخلية الأفريقية. فكرة هذا التقارب وهذه القمة في مثل هذا التوقيت من وجهة النظر الأفريقية ونحن كلمنا يمكن عن وجهة النظر الروسية. وجهة النظر الأفريقية يا فند. يعني إفريقيا نتكلم عن إفريقيا لاسة كتلة واحدة. يعني لاسة دولة واحدة. أربعة وخمسين دولة. مختلفة طبعا في نظامها السياسي والاقتصادي. وفي مستوى التطور ومستوى التنمية. لكن النقطة الأهم هنا جمانة. هو أن هنا الرؤية المصرية. فكرة أن إفريقيا فيها يعني مصران للتحرق. مصار مواجهة التحديات. الإرهاب. الهجر غير المشروع. تكفيف بيئة الفقر. ده وإنهاء الحروب والصراعات. لأن ده الأساس عشان تتحقق تنمية في إفريقيا. لا يمكن تحقق تنمية في إفريقيا. وتوظيف مواردها طالما استمرار الإرهاب والصراع والحروب الأهلي. في السودان. في تشاد. في أفريقيا الوسطى. في دول السحر والصحراء. وبالتالي هنا الفكرة الأساسية حيث تعظم الاستفادة من الشراكات مع القوى الكبرى مستروسية أو غيرها من القوى. لابد من تهيئة البيئة الأفريقية لجذب هذه السمارات. بمعنى لابد من إنهاء التحديات المختلفة. تسويات الحروب والصراعات. الأزمات المختلفة. حتى يمكن. لأن لا يمكن تحقق الاستثمار أو تنمية في ظل بيئة صراعية. في إفريقيا في ظل بيئة إرهاب. ولذلك كانت الرؤية المصرية. إن فكرة العمل على مواجهة هذه المشكلات بشكل كحزمة واحدة. الإرهاب. الهجر غير المشروع. بيبقيت الفكر. هذه البيئة الطريدة للسكان. وبيئة أصدر مستمرة لمعاقلة عملية التنمية. وبالتالي أنت هنا في الوقت الذي تجذب فيه استثمارات خارجية. شركات مع القوى الكبرى مثل روسيا. ولديها مزيدة مهمة. روسيا طبعا للدولة الأفريقية في مجال الطاقة. في مجال التعدين. في مجالات مختلفة طبعا الاقتصادية. ويعني ديها الدولة الصناعية مهمة. أفريقيا أيضا عليها أن تهيئ نفسها الأرض الأفريقية للتعامل والاستفادة القصوى من هذه الشركات مع دولة الأفريقية. هنا التحرك المصري في إطار تسوية تجفية بيات الصراعات. تسوية الأزمات. ونرجع برضو نتكلم عن دائما المفهوم المصري المعروف. اللي هو الدولة الوطنية. لو يمكن الحديث عن تحقيق التنمية في ظل وجود ميليشيات مسلح. في ظل وجود حالة سيولة. في ظل غياب حشاشة الدولة في أفريقيا. دولة في أفريقيا كثيرة. تعاني من أزمات. تعاني من مشكلات. وبالتالي حتى تستطيع أفريقيا أن تتعامل مع العالم الخارجي. لأن هناك الآن إقبال على أفريقيا. وهذا الإقبال لكي يكون لصالح أفريقيا. وليس العكس. لصالح هذه الدولة بالأساس. لابد أن دول أفريقيا تكون لديها رؤية موحدة. لديها توافق. سواء فتحاد الأفريقي. أو فيما تعلق بكيفية الاستفادة والتعامل مع القوى القبر. صحيح. أفريقيا سياسيا بدأت تتبنى سياس الحادة الإيجابية. وتستفيد من حالة الاستقطاب في الدولة. أو حالة التعددية في النظام الدولي. وإفريقيا مع نظام دولي أكثر وتعدديا. وهذا برضو أحد تفسيرات لماذا هناك انفتاح إفريقيا على روسيا مثل الصين. لأن التجربة أثبتت أن الوحادية القطبية التي سادت في العقود السلاسة الماضية بقاعدة أمريكا. أدت إلى عسكرة العلقات الدولية. والترابل العلقات الدولية. إرهاب وتدخلات وأسقاط نظم وتحت إشعارات ديمقراطية. وبالتالي هناك مصلحة إفريقية في وجود تعادد قطبي. وجود روسيا ووجود الصين ووجود قوة اتحاد أوروبية قوي. هذا بيعمل توازن في العقود الدولية. وبالتالي إفريقيا يمكن أن تستفيد من روسيا في مزايا عديدة. مزايا اقتصادية. في مزايا مكافحة الإرهاب. في مزايا الأمنية والسلاح. في مزايا استراتيجية أيضا. تقارب أمريكا إفريقيا مع روسيا بيدفع أيضا الدول أخرى لمزيد من التقارب مع إفريقيا. يعني الذي دفع أمريكا العقد وقم أمريكية أفريقية في ديسمبر الماضي هو التقارب الصيني مع إفريقيا. يعني هناك فراغات. وبالتالي هنا يمكن الإفريقيا أن تعظم من هذه المساحة وتتحول من منطقة بصدرة للصراعات والإرهاب والهجر غير مشروعة والحروب والأزمات والفقر وكل هذا تتحول إلى منطقة مزدهرة اقتصاديا. لأن كل المؤشرات تقول أن بعد التعافي الاقتصادي أو التعافي الاقتصادي لا يتحقق إلا عبر إفريقيا. إفريقيا قاربك. قاربها موارد ضخمة. ويطلق إليها سلة جزائي العالم. جزائي العالم. بها مليار و3 من 10 من الناس. وبالتالي أحد جزء من الهدف القمة هو تعظيم المصالح الأفريقية من خلال بناء شراكة قوية مع روسيا. هذا المصار بيسير مع المصار الآخر. وهو المصار العلاقات المصرية الروسية بالطبع. وهي علاقات مهمة. بكل تأكيد ده أعمال بمبدأ الاستقرار الداخلي زي ما حضرتك قلت. ويمكن الوقوف على مسافة واحدة من كل القوة الدولية وبناء شراكات معهم. وبالتالي بالنسبة لقرأة الأفريقية أولا يجب أن يسود الاستقرار الداخلي بالنسبة للدول الأفريقية. وأيضا أعتقد فكرة التوافقات الأفريقية الأفريقية. حتى لا تقع تحت طائلة مبدأ فرق تسود. تبعناها على مدار التاريخ. والتاريخ دائما ما يكرر نفسه دكتور أحمد. هنتكلم عن المخرجات المتوقعة من هذه القمة. وأيضا الملفات المطروحة من قبل سيدة رئيس عبد الفتاح السيسي. الروسي كمان. فلاديمير بوتين أمس. نتكلم عن كل هذه التفاصيل. لكن بعد الفاصل. مشاهدين الفاصل سريع. ونرجعنا نكمل مع حضرتكم. باقي حورنا عن القمة الروسية الأفريقية. رجعنا لحضرتكم بعد الفاصل. وقبل الفاصل كنا نتكلم معكم عن أهمية القمة الروسية الأفريقية. ووصول سيدة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس لسان بيترسبيرج لحضور هذه القمة. ولقاءه أيضا بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ولقاءنا مستمر مع الدكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية بالأهرم. دكتور مرة ثانية قبل الفاصل. كنا نتكلم عن أهمية المشتركة. ما بين روسيا وأفريقيا وأفريقيا وروسيا. وأهمية القطبين لبعض. خلي أعرف من حضرتك رؤيتك للقاء سيدة الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيس فلاديمير بوتين. وأضع أهم الملفات التي تطرحى مصر في هذه القمة. يعني بالطبع هذا اللقاء بيأتي في سياق ما نسميه خصوصية العلاقات المصرية الروسية. هي علاقات متميزة شهادة الطفرة حقيقية في عدد الرئيس السيسي. يعني أثناء زيادة الرئيس السيسي لروسيا في 2018 دشن اتفاقية الشراكة الشملة والتعاون الاستراتيجي. هي ببتاعك اسمها استراتيجي لأنها علاقات متشابكة على أبعاد مختلفة. يعني أبعاد سياسية. أبعاد اقتصادية. أبعاد ثقافية وعلمية. أبعاد أمنية. وأبعاد عسكرية. يعني كما أشارنا روسيا حجمة روسيا مصر هي الشريك التجاري الأكبر لروسيا في إفريقيا. هي بابة روسيا إفريقيا. حجم الاستثمارات الروسية في مصر كبير. هناك مشروعات مشتركة في مشروع الضبع النووي محط طبع. ومنطقة صناعية روسية. هناك استثمارات. هناك تعاون قديم حتى يعمل لتحادث السفيد السابق. مصر تتعامل أيضا مع روسيا منظور تعظيم المصالح المصري. هذه القمم عامة هي أيضا بتخدم على المسيح التنمية المصرية. لأن الرئيس يستدائما بيوظف هذه القمم و هذه اللقاءات الدولية في خدم التنمية في الداخل. ماذا يعني هذا؟ بتعني دعم توظيف السياسة المصرية الرشيدة والقوية مع دول مثل روسيا وغيرها من الدول في دعم التنمية في الداخل. في جاثب الاستثمارات الروسية في مصر. لأن مصر الآن هي من الجهات الوعيدة الاقتصادية. يعني تقرير المكتاد الأخير يعتبر أن مصر أقصر الوجهات في أفرقها جذبا للإستثمارات. ماذا يعني هذا؟ بيعني أن توظيف السياسة لخدمة الاقتصاد. توظيف بيئة مصر واستقرارها كجيح برنامج صلاح الاقتصادي. كبيعة جذبة للإستثمارات. مشاريعات قومية عملاقة في المدن الجديد العالمية للعاصمة الإدارية. بحور التنمية في جذب الاستثمارات الأجنبية ومنها للإستثمارات الروسية. وبالتالي جزء من هذه العلاقات هو تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري المصري الروسي لصالح تعزيز التنمية في الداخل. بما يعود بنهاية المطاف على المواطن المصري. لأن هناك مرضود للسياس الخارجية المصري. لتقوم على لا سفقة في الجانب السياسي وتعزيم دور مصر في إطار محطة الإقليمي والدولي. ولكن أيضا فيما تعلق الدور المكمل هو الدور التنموي. تعزيم التنمية. لأن هذه الزيارات. وهذه اللقاءة هي بتعرض مزيد من الفرص في مصر. بتجذب مزيد من الاستثمارات المهمة. ستخلق فرص عمل. وبالتالي تعود بالنفع على المواطن المصري في الداخل. وتفتح أفاق الأسواق والسلعة المصرية في الخارج. مثل روسيا دولة مهمة في النظام الاقتصادي الدول. وبالتالي هي علاقات مهمة على المستوى الاستراتيجي أيضا. مصر أيضا الآن الدول المسيحة المصرية الفاعلة فيما تعلق به. التعامل مع إدارة العلقات الدولية. هناك حالة استقطاب حد في النظام الدولي. تأثر بها كل الدول بين فهل الدول النامية. الصراع الصيني للأمريكا والصراع الروسي للأمريكا. الأزمة مكرونية. إن عاكس سببا فيه قضايا مهمة تضررت بها إفريقيا ومصر. أمن الغذائي. التغارات المناخية. لأن الآن إفريقيا الأقصد تضرورا التغارات المناخية. وبالتالي دائما تطرح مصر. هناك قضيتين ستطرح مصر. وتركز هم في هذه القدمة. قدمة قضية الأمن الغذائي وقضية مواجهة تغارات المناخية. لأن هم الاثنين مرتبطين. لأن إفريقيا متضررة. مع التصحر والجفاف وشح الأمطار. ومع المحصات الكربونية من الدول الغنية. هناك الآن في النظام الدولي. الدول غياب مفهوم العمل الجماعي. يعني كل دولة ده أنانية. هناك صراعات. فرض سلاح العقوبات بين هذه الدول. وبالتالي الضحية والليدفع السمن. العالم كله يدفع. لكن الدول الأفريقية هل تدفع السمن؟ وبالتالي ستركز مصر على تعزيز مفهوم الأمن الغذائي الأفريقي. هنا أعتقد أن روسيا. يعني ربما تكون هذه مبادرات مهمة طبعا فيما تعلق به تزويد أفريقيا بها الحبوب. أو تعويض تعليق اتفاقات الحبوب التي تم مع أوكرانيا. الحبوب الأوكرانية. الأمر الثاني أن روسيا ده يفتح كبير. واستعداد كبير أيضا للتعاون مع أفريقيا في المجال أمن الطاقة. العلاقات المصرية الروسية هي تسير بالتوازي مع دفاع مصر عن قضاء الأفريقيا في المحافل الدولية. لأن روسيا تمثل أهمية كبيرة لمصر. من ناحية أمنية ومن ناحية عسكرية. من ناحية نظام الدولي مصر مع تعادل القطبية. من ناحية الاقتصادية نقص استثمارات روسية كبيرة. ومرشحة للزيادة في الفترة المقبلة. في المقابل مصر تمثل أهمية استراتيجية لروسيا. كمنحة استراتيجية دولة مركزية في الشرق الأوسط. لديها دور قليمي. بوابة الأفريقية في المنطقة والشرق الأوسط. في مواجهة تحديات الإرهاب والهجر غير المشروع وكل هذه التحديات. مصر تقوم بدور فاعل ورائد فيها. وبالتالي استقرار المنطقة يمثل أهمية استراتيجية لروسيا. لأن الشرق الأوسط كأفريقيا حقيقة يعني. أصبح صحة للصراع الدولي. هناك صراع للنفوذ. كل الدول تحاول كذب بناء علاقات مع منطقة الشرق الأوسط. وتحديدا مع الدول المركزية. مصر السعودية والإمارات. أيضا حال في فرق. وهنا بالتالي نعود نشير إلى فكرة السياسة الحياة للإيجابة. أن مصر دي علاقات قوية مع كل الدول. مع روسيا. مع أمريكا. مع الصين. مع اليابان. لا تدخل في شراكة مع أحد ضد أحد. أو تستبدل شراكة بشراكة أخرى. أو تدخل في استقطاب. مصر مع المفتاح للجميع. يعزم المصالح المصرية. جذب الاستثمارات. فتح أفاق. مصر بالعكس. حياة إيجابة. حياة إيجابة بماذا يعني. يعني مصر تتحرك لتسويس السرعة والحروب. يعني الأزمة الروسية الأوكرانية. مصر وقفت على الحياة. ولكن أيضا بادرت ضمن وفد الجامعة العربية من ناحية. وضمن المبادرة الأفريقية الأخيرة. صحيح. لحل الأزمة الروسية الأوكرانية. وأنا أعتقادي أن موضوع الوسطة الأفريقية مرة أخرى سيصار في هذه القمة. لأن ربما لها ميزة. أن أفريقيا يعني منفتح لكل لديها علاقات قوية مع طرفي الأزمة. سواء روسيا أو أوكرانيا. أو حتى مع الأطراف تدعم هذه الدول. يعني مع أمريكا والغرب. الذي يدعم أوكرانيا. وأيضا المبادرة الأفريقية يعني هي تقوم على قواعد قانون الدولي. وهناك روسيا عانا تنفتحها. لكن تظل المشكلة هو أيضا في الموقف الغربي. الذي يعني واضح لأنه يراهن أو ما يزال يراهن على الحال العسكري. يعني بدعم أوكرانيا عسكريا. عن أي مبادرات للسلام. لكن على الأقل هذه القمة مهمة. سواء في تعظيم المصالح المصرية الروسية. وهي علاقات قوية ومتميزة ومهمة. أو فيما يتعلق به تعزيز قضايا أفريقيا. خاصة قضية الأمن الغذائي والتغيرات المناخية. ومواجهة أزمات والإرهاب والهجر غير المشروعة والصراعات في القارة الأفريقية. دكتور بمانا حضرتك. تحدثت عن الجانب الغربي. وبنتكلم عن محاولة تستقطاب الدول الكبرى أو القوى الكبرى للقارة الأفريقية. كيف ينظر الغرب لهذه القمة الأفريقية الروسية؟ الغرب وأمريكا تحديداً تنظر بعين الربع شوية إلى القمة. كان هناك ضغوط حقيقة في خلال الأيام الماضية على الدول الأفريقية لعدم حضور القمة. صحيح. وطبعاً أنا في اعتقادي أن الحضور يعطي رسالة أن الدول الأفريقية هي استقلالية. ليست ملزمة بتبني سياسات الدول الكبرى تدخل في صراعات لصالح أجندات خاصة بمصالحها. يعني الأزمة الأوكرانية. الصراعات أنهكتها أيضاً. وأنهكتها. ومتضررة من هذه الصراعات. الدول الأفريقية متضررة من استمرار للحرب الرسالة الأوكرانية. سواء في الأمن الغذائي أو في غيرها من المجالات. الأمر الثاني أن الدول الغربية عليها أن تتحمل ثمن عسكرة العلقات الدولية. إشعال الأزمات. إشعال الأزمة الأوكرانية. وهناك الآن محاولة الإشعال البقرة في شرق أسيا في طيوان. الذي ستفع الثمن أيضاً لإقتصاد العالمي والدول الأفريقية. وبالتالي حضورها بيعطي رسالة أن الدول الأفريقية لا يستتابع لأحد ولا يستتابع سياسات أحد. يتعظم مصالحها. مصالحها مع أمريكا. مصالحها مع روسيا. وأن تقاربها مع روسيا الرسالة الثانية ليس أو ضد مواجهة ضد تقاربها أو مصالحها مع دول أخرى مثل أمريكا أو أوروبا. وإنما أفريقيا وانفتحها للجميع. وينافس السعاقات إنه السياسة المصرية. فكرة الانفتاحها للجميع. تعظيم العمل لجميع الدول. لأن الاستقطاب والصراع وبهذه البيئات في النهاية تولد الضمار. تعيق التنمية. تولد القراهية. في النهاية تكلفة الحروب والصراعات تكلفة أعلى. بينما تكلفة السلام والاستقرار والتعاون هو الأفضل البشاري. خاصة جمانة أن العالم لا يحتمل أزمات جديدة. العالم واجه أزمتين كبيرتين. أزمة كورونا والأزمة الرسالة الأوكرانية والأزمة الاقتصادية. وهذا العكس في كل الدول تدفع السمن في أوروبا. ارتفع الأسعار بشكل غير مسبوك. تدفع التضخم. وبالتالي التماهي أو التقارب مع هذه الدول الكبرى ومحاولة الزج بالدول الأفريقية في استقطاب دولة أو صراعات. وفي النهاية لن يخدم هذه الدول وسيؤدي لمزيد من الأزمات التي سيدفع تمنها أيضا الشعوب في هذه الدول في الشعوب الأفريقية. وبالتالي الغرب هو يحاول أن يستقطب الدول الأفريقية أو محاولة عزل روسيا. لكن الدول الأفريقية تتحرك برشادة. وأعتقد هذا الرؤية المصرية بتبرز بأهمية كبيرة. وهذا في المقابل يعطي أهمية استراطية له. يعني الاستقلالية في القرار والاستقلالية والانفتاح مع كل الدول وبناء الشراكات في إطار الحياة. هذا بيعطي أهمية استراتيجية ويجعل هذه الدول ميزة تنافسية أيضا. تنافسية. يعني يتصابق إليها زي ما كنا نتكلم القوة الدولية المختلفة.